أمام منزلها وعب سلاح كاتم قتلت البلوغر الملاقبة أنفهد بهجوم مصلح من قبل سائق دراجة نارية القاتل المجهول فتح باب السيارة وأطلق النار عليها ثم قم بسرقة هاتفها وهرب وتفصيلة ما حدث يرويها شهود العيان حدثة زرعة الخوف عند أهالي منطقتها حالة زيونة عودة حالة القتل وتصفية الجسدية زاد من قلقهم ولجل ذلك ينشدون القوات الأمنية بضرورة تأمين الحماية بشكل أكبر للمنطقة خوفا من تكرار هذه الحوادث نحن كأهالة زيونة نطالب بالأمن الأكثر لأنها ليست أول حالة تصير لدينا اليوم صارت لدينا مشهور مباشرة أكبر تصير لدينا عادي أمن أن البلوغرات تتعرض لحالة اغتيال وأيضا الشباب ويعني يريد أن يقيمون بالعدالة لهذا الموضوع وبعد الحادثة شرعت الداخلية بتشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات الحادثة فيما يثير مقتل أنفهد أسئلة عدة حول أسباب قدتها والجهات المستفيدة من ذلك والغاية من تصفيتها مع سريقة هاتفها من راصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر